طيب موضوع حلقتنا النهاردة والمضمون اللي نتكلم فيه وهي فكرة الاهلي معاناة مع التحكيم الافريقي قصة لا تنتهي قصة لا تنتهي لان الفكرة مش مباراة النجم السحيل والاهلي فقط لو نسترجع الزكريات ونتكلم في مباراة سابقة في للأسف أحداث مؤسفة لمباراة افريقية عديدة خلال فترات سابقة ممكن اتكلم عن جوشوة بندو ممكن اتكلم على لامبتي الحاكم الغاني ممكن اتكلم على عبد الرحيم العرجون ممكن اتكلم عن حكام كسيرين كلهم تأثير سلبي جدا على التحكيم والقرارات في المباريات الافريقية مع النادي الأهلي لكن هذه القصة كابتل أيمن نبدأ نتكلم فيها والتحكيم الافريقي أزمته فين ومشكلته فين بالزبط يعني احنا لو حطنا الأزمة التحكيم الافريقي لو حطنا عنوان كده هي أزمته أنا عشان نجد التحكيم عشان نجد تحكيم عزم عمد يبقى الشغل فني شغل فني شغل فني وتقييم فني صح إنما عشان نحط علوان هم مشغلين كده هي شغلة علاقات علاقات؟ أه طبعا إزاي؟ إزاي علاقات يعني يعني العلاقات هي ممكن العلاقات ممكن تودي حكم بطولة ومتوديش حكم بطولة ممكن حكم كويس مش مسنود ممكن يروح يلعب وما يلعبش وفي حكم تاني أقل ممكن يروح ممكن يتغير في بطولة جاية مثلا تبعد حكم بعد كده حكم يبتدي يتحرك يرجع الحكم تاني ممكن حكم يبقى مميز مميز وما يشوفش حاجة تاني أنا أحكي لك حاجة هتفهم كان ماشي تعقول غيرت دلوقتي وماشي بالصورة ديات 2011 كنت في النقبة وكانت مصر مش موجودة جينية وجبون كان معي الحاكم المساعد وليد علي من أفضل المساعدين في أفريق أنا هو كنا حوالي بطولة عمر جينية وجب مصر مش موجودة وكان موجود الكابتن جاد جريشا وأنا قديت الاختبار وبتاعه ورقه واحدة البيت نمتل أنا طبعا الحمد لله يعني طول عمر يمكن أنا بعيد عن مبنى الكاف خالص يعني عندما كان في مصر هنا أروحت مرة كنت راجع لأمانة مرة واحدة كنت راجع مع حكام فقالوا يعزين نزور الكابتن شطا تمام هو ممكن الكابتن شطا إذا فاروحت مع مرحش ما ليش يعني إيه في قصة يعني أنا بعدت نفسي خلص يجي لي ماتش أروح ألعابه دي ده السلسم اللي مشيت بي 2011 كنت أنا جاي مكاسب عالم في كلومبيا للشباب وبعدين رحت جريت كان منتخب الشباب مشارك في البطولة آآ محمد صلاح في محمد صلاح بالمهم بعد ما رحت النقبة والمهم جريت الاختبار وقد دينا وخلاص راحت بي راح البطولة راح البطولة يعني النقبة دي اللي هم كامل مصنفين آآ مصنفين آآ غينيا والجابون فراح البطولة دي كان معي وليد عالي ده فطبعا ما رأيه جينا هم حكونا حوالي 28 29 مساعد غينيا والجابون أمم إفريقيا آآ 2013 2011 2011 2011 آآ وقبل الكتاف قالوا أول 2012 تريبا يعني أنا كنا في فالمهم بعد ما جم اختاروا 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 23 مساعد سبعدوا ستة تمام الستة دي كنت أنا منهم وانا موجود هنا في مصر كنت أنا في الفترة دي كنت الحمد لله كنت ماشي واستبعدوا مين بقى أنا بجيب لك القصة عشان تعرف الدني ماشي رزي استبعدوا وليد كمان معي ده مساعد مساعد سوداني وليد من أفضل المساعدين اللي جم في تاريخ كرة أفريقيا حقيقة يعني كنت وليد ابتدأ وليد أصغر مني بخمس سنين ابتدأ وليد ما خدوش أنا حقيقة وليد أخ عزيز يمكن استبعدوا عشان مع تقم التحكيم اللي هو حكم الساحة تم استبعده لا 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 هم هم كانتش فيه لا 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 هم كانتش لسه قطكم اتعاملت بالموزر ده وكنت تخش على القايمة حتى ما كنت تخش انت لجبتها موجودة عني تخش تلاقي حكام عندهم ما عندهمش دوريات حكام القصة فالقصة بتمشي بدي دوريات اه الأقوى الأقوى هو اللي بيحط يعني انت النهاردة ايمن في مصر ما حدش ويف معاه ما حدش سنة ده خلاص مش هتروح أنا بكلمتك بصراحة انا عشت في تاكمل افريكي 13 سنة ما حدش دعامك انت كويس على عيني والراسي مش كفاية مش كفاية مش كفاية أنا مش هو بستقول فني ولا لا 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 الزروف لو خدمتك بص 90% من اللي بقولولك ده صحيح 10% دي حالات شزة بقى ان انت تروح انت تفتعلك زي من روحت كاس علم للشباب كده حاجة كده ما خدوش بالهم حاجة 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 بزبط فجيت لما وليد طبعا أنا بحكي لك وليد طبعا أنا زعيت أنا عارفه كويس من أيام جي وليد بعد كده جي كابت المجدي المحترم مجدي شمس الدين كان وقته ابتدى وليد لعب كاس علم لعب جميع بطولات العالم وكان في طبعما جات جريشة ايه ده يعني لما راجي جي رأس لبنى سوداني رجل خد حقه خد حقه بقى ما هو مش هقولك بيجامل لا لا سودان مجدي ما كانش بيجامل هو وليد خد حقه بناء على انهم ما تدولوش حقه و هو بقولك من أفضل المساعدين اللي جون في كرة أفريقيا وليد علي السوداني لما جي بقولك راح كاس علم جميع البطولات العالمية والأولمبيات وبتاع كان موجود فيها دي قصة بحكي لك لان اعشت في قصة فدي باختصار هي مشاه مش هكده طيب التحكيم النهاردة أنا أراضي الدول يعني النهاردة عندي أعضاء خلنا نتكلم بالنبتع أعضاء مكتب تنفيذي وأعضاء هنا دقوت طبعا أنا عايز أجي داير يجي من هنا و دا يجي من هنا كل واحد بيجي يحصل في جمه الكلام ده كله لازم بيقى بعيد عن التحكيم عشان الاختارات لازم تبقى إيه فنية هديك مثال أنا عندي حكمين في مصر كويسين أخدهم عندي في تونس أخدهم في المغرب خمس حكام من أي دولة من الجزائر من أي دولة أقام حاجة أن أنا في النهاء إفريقيا عشان تحكيمي بقى كويس إيه أخد أفضل حكام في أفريقيا بس بمناسبة أفضل حكام في أفريقيا وبطولة الأم الأفريقية حصلت حاجة في أم أفريقيا 2019 بتأكد كلام حضرتك في إيه بقى مش هتكلم عن النتائج السلبية اللي بتحصل لكل الفرق سواء في مصر أو في الجزائر أو في المغرب أو لصلاحة لندات تونسية حتى لو أخطاء تقديرية ومن خاصة لحظة لندات تونسية جاية في صلاحهم لكن في جزئة تانية أنا في ظل وجود سليمان أباري كرئيس لجنة الحكام الفترة الأخيرة لقيت تواجد عدد تونسي كبير جدا في المباراة الأفريقية من الحكام يعني كان سلمون أفريقيا لأول مرة ثلاث حكام ساحة من تونس موجودين في البطولة لأول مرة مهو لا وهي أول مرة لأن العدد العدد زاد عدد الفرق انتعارف أن عدد في البطولة الفترة كان العدد زاد عن قبل كده عدد المدشرة زاد عدد المدشرة وكان عندنا تلتة من مصر كان عندنا جاة جريش وما كانوا اثنين ده جاة تم إضافته بعد كده بعد ما حصل التدخلات جاة كان موجود من الأول وبعد أن المشكلة ما حصل مشكلة جهاد لعبة في مباراة كلام برضو جير مقنع بصرف النظر انت أخطط جهاد حكم كبير كواليس الموضوع حتى لو جهاد لو اختلفنا واللعبة أصلا كانت لعبة خمسين يعني ممكن نتفق ونختلف فيها وجهاد حتى بعض الماتش قالوا له انت مثلا قدت مباراة كويسة لكن اللي حدث هو اللي تقف عنده كتير ان انت مستبع الجهاد جهاد ده حكم مثلا كبير وبعد كده ام رجع تاني جهاد خب بالك برضو برضو ده جريبة خب بالك استبعده غريب ورجوعه غريب ما هو انت بتودي وترجع ازاي فهي قصة زين بقولها لكن كان موجود ثلاثة مصرين الثلاثة وانصر الحقيقة حكام عشان نتكلم برضو حكام شمال أفريقيا برضو عندهم يعني لو بسط العدد أفضل يعني يعني فيهم الأعلى يعني العدد الأعلى الأفضل هو هتلاقيه برضو من شمال أفريقيا بره هتلاقي طبعا في الأفريقى في بعض بس 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 مش هتلاقي نفس العدد فممكن تلاقي تونس المجرب حكام شمال مصر طبعا احنا حكمنا هتلاقيه هم الأفضل لكن هي القصة عايزه تديك ان هي بتخدش فيها حاجات كتير يعني عندنا حتى في حكامنا المصريين في بطولة أفريقيا بعتوا معسكر بدون ذاك الأسامي يعني بعتوا معسكر مساعد وبعد كده أم مستبعدينه وبعد كده أم مبعتينه أنا بحكي لك على حاجات حصلة أني معسكر الاستعداد للأمة الأفريقية 2019 2019 مساعد راح بعد كده استبعدوه بعد كده التاني راح بعد كده استبعدوه بعد كده رجع حاجات لو تفكر فيها مش ممكن لما لجنة حكام في مصر بتبعاته ببناء على تصنيف ومعايير اللي اتحاد الفريق لما بيختار مش بيختار ببناء على تصنيف ومعايير لا 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 بقى التصنيف هو ما فيش تصنيف معايير للتحاد المصري لا تصنيف ومعايير للتحاد الإفريقي لا 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 كفيش الكام ده هي مفيش تصنيفاته معين في التحدي الفريقي لا فيه تصنيفات بس انا بقولك الاختيارات بيبقى فيها تدخلات الاختيارات بيبقى فيها تدخلات اه طبعا خد ده وطلق مهي قدامك هو انت عمرك شفت قيمة حكام بتغير شفت حدي بيتضف قبل كده الكلام ده اقال جديد ممكن يحصل في اوروبا ممكن قيمة يتضف فيها حكام او يتشال منها حكامه وبعد كده يرجعوا تاني معسكر يتحط فيه حكامه ونستبعده وبعدك الكلام ده مش موجود احنا عايزين انا بنتكلم للصالح العام يعني عايز اقولك ان بطولة افريقيا اللي فاتت دي هي عادت بصورة طيبة جدا من التحكيم البطولة دي هي هي اللي خلت الدنيا مستمرة يعني لكن الحقيقة احنا عشان بس ده بالعكس المكتب التنفيذي خد قرار من حوالي فترة رايبة من حوالي شهر او قلي من شهر باصلاح وتعديل المنظومة التحكمية في الاتحاد الافريقي خلال الفترة الجاية كابتن من ساعة النهاية دور الابطال وفي الاعدادات كتيرة حصلت ده الغد دلوقتي ما تحسمش مين هو بطل دور ابطال الافريقي بصد undि تجيير في الفكر لازم اذا كان حد في التعضل الافريقي اذا كان هم حبين ان التعاضل الافريقي يقرب شوية نشوف أوروبا ونشوف نعرب شوية لازم بقى فيه تجهير في الفكرة التحكيمة في أفر كيف